موسيقى يستقبل ورئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء الماقر فيكتر أورفان بقصر الاتحادية وصراح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر عقد جلسة مباحثات يعقبها مؤتمر صحفي بين رئيس السيسي ورئيس وزراء الماقر فيكتر أورفان قال المتحدث باسم رئاسة الروسية الكراملان دمتر بيسكوف أن بلاده لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية ستورت مع الولايات المتحدة إلى حين تستمع واشنطن إلى موقف موسكو وقال بيسكوف أن موقف الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة يحتاج إلى تغيير تجاه روسيا مضيفا أنه لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الطيوانية تعقب 14 طائرة عسكرية صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة خلال 24 الساعة الماضية وقالت وزارة الدفاع أنه ردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفن بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية أن زلزالا بقوة 4.1 من 10 درجة على مقياس ريختر درب ولاية ملاطيا شرقي البلاد بعد أقل من يوم من زلزال آخر تسبب في مقتل الشخص وإصابة 69 آخرين استعرضت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع وفد البرلمان الأوروبي علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لافت إلى حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على المضي قدما في تطوير الشركات الدولية مع كافة شركاء التنمية وإقامة علاقات تقوم على أساس دعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة قدمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين محاضرة تدريبية عن إنجازات الدولة المصرية خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني للنشئ بالإسكندرية أتناولت المحاضرة النقاش حول أبرز إنجازات الدولة المصرية حيث حرس الأطفال من كل محافظة على ذكر مثال إنجازات تمت داخل محافظتهم